استقبل كيان شباب مصر الذراع تنفيذي لتحالف العمل الاهلي التنموي بالمنصورة المتقدمين لتطوع في التحالف استعداداً لاختيار الكوادر بشرية مؤهلة للعمل التطوعي الجماهيري في مختلف المحافظات يأتي ذلك إلى جانب إنشاء موقع إلكتروني من شأنه تسهيل التقديم على الفرص التطوعية وتعزيز التطوع الرقمي وفتح الباب أمام المبادرات التطوعية والعمل على تطوير قاعدة البيانات الموحدة لتشمل جميع المتطوعين بتوزيعهم العمري والجغرافي والتعليمي بكافة القطاعات التي يرغبون تطوع فيها وتصنيفهم طبقاً لتواجدهم الجغرافية النهاردة بنستقبل المتقدمين في الكيان لعمل انترفيو لأن إن شاء الله الفترة الجاية في فعاليات هتم فبنقدر نحن ناخد الكوادر تكون قد الثقة وقد المسؤولية في التحالف وفي الفعاليات القادمة إن شاء الله نهاردة قابلنا حوالي 200 شخص متقدم للكيان إن شاء الله عندنا فعاليات للتحالف الوطني لعمل أهل التنموي في 5 ينار 2023 كيان شباب مصر يوقع مذكرات تفاهم على التحالف الوطني على أن يكون كيان شباب مصر وهو الزراعة التنفيذي للتحالف وذلك بالمطوعين والخبرات من أجل تقديم الدعم وتحقيق رؤية التحالف وتطوير نشاط المطوعين من خلال البرامج المختلفة النهاردة في الدأهلية بنستقبل المتقدمين والمطوعين إن شاء الله للانضمام اللي كان شباب مصر والتحالف بنختارهم على أساس معايير محددة زي مثلا إياس مدى الوعي عند الشخص بالمؤسسة وتطلعات والابتكارات ودرجة تحامل المسئولية وابتخاذ القرار ومهارات التواصل لعمل الجامعي ومهارات القيادة بحيث إن إحنا نهاية إن إحنا يكون معنا كوادر شبابية موجودة إن هي مستعدة في أي وقت تنزل لخدمة الوطن في الشارع المصري التحالف الوطن عامل أهل التنموي كيان شباب مصر الهدف الأساسي لهم أو العمل الأساسي لهم منذ نشأة كان مصر في 2018 كان التعاية السياسية لكافة شباب المجتمع على مصر